السياسة الخارجية لمحمد علي سعى محمد علي إلى الانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال بمصر وكانت هناك مرحلة اتفاق مع الدولة العثمانية ثم مرحلة الاختلاف والمواجهة مع السلطان العثماني وقد خاض أولا حروبا في الجزيرة العربية بناء على أوامر من السلطان العثماني عرفت بالحروب الوهابية استمرت من 1811 إلى 1819 ميلاديا بهدف القضاء على الدعوة الوهابية التي أسسها محمد بن عبد الوهاب وإعادة نفوذ الدولة العثمانية إلى الجزيرة العربية وفي جنوب مصر سعى محمد علي لضم السودان حيث خاض حروبه لضم السودان لأسباب سياسية واقتصادية وعسكرية وتم ذلك بين عامي 1820 و1822 ميلاديا وامتد نفوذ مصر إلى جنوب السودان وإنشاء العاصمة الخرطوم وبعد ذلك اكتشاف منابع النيل والوصول إلى أواصط إفريقيا في عصر الخديوي إسماعيل أيضا خاض محمد علي حروب خارج الوطن العربي نعم وذلك بأوامر من السلطان العثماني بهدف القضاء على ثوار اليونان في المورة الذين طالبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية ولكن هزم الجيش المصري وتحطم الأسطول في موقعة نفارين 1827 ميلاديا بعد وقوف الدول الأوروبية مع ثوار المورة واستطاعت مصر ضم جزيرة كريت وقامت الدول الأوروبية بالتفاوض مباشرة مع محمد علي وتم إنهاء الحرب 1828 ميلاديا ترتب على تفاوض محمد علي مع القوى الأوروبية للانسحاب من المورة إلى توطر العلاقات مع السلطان العثماني وتصميم محمد علي على الانفصال والاستقلال بمصر وكانت المواجهة بينه وبين الدولة العثمانية وعرفت بحروب الشام الأولى والثانية من 1831 ميلاديا إلى 1839 ميلاديا ووصلت القوات المصرية إلى الشام وأعالي الفرات